اي انسان يعني ناجي من مرض السلطان وبدو ان هو يرجع ويحصل وزيفة بدنا ان احنا نساعده فكرة Pure Heart Program عشان بدأت يعني مش بس فكرة يعني هو بالنسبة لي حلم لان صارت من تجربة شخصية وبدأت في سنة 2008 شفتي كيف الانسان يعني حياته بتتغير في لحظة وبعد ما بيعدي مرحلة صعبة اللي هي فترة العلاق بيكون عايز هو يرجع حياته التبعية تانية تعرفت على رانيا يوم انضميت مجموعة ال MBC استوينا اصحاب مقربين وهي قالت لي عن فريق العمل الخيري الموجود في ال MBC والنشاطات اللي يقومون فيها من خمس سنين تقريباً بدأنا في MBC للأعمال الخيرية بعدين انضمتنا رانيا اللي هي اقترحت من فترة قليلة فكرة Pure Heart هم بأمس الحاجة لفريق زي هيك اللي احنا نكون وكلاءهم وسفراءهم بالسعي لتأمين وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وبالحالة هاي منكون احنا شاركنا في العمل الإنساني ووجدنا فرحة لناس هم بأمس الحاجة إليها نتحمس باش نشتغل معاه على هالفكرة لسبب واحد اللي يتعرضون لمرض السرطان كبار السن نوعاً ما بس مؤخراً صار حتى الناس اللي هي في مقتبل العمر تصاب بالسرطان وبس عم نساعد بشكل مادي عم نساعد بمرحلة صغيرة لا نحنا عم نخليهم هنين يساعدوا حالهم بنفسهم من خلال نشاجعهم هنين حتى يشتغلوا كل إنسان مصاب وكل إنسان بيعاد بظروف صعبة ولكن الواحد دائماً بيفتكر أنه مع العصر يسره وأن الأمل هو اللي بيخلي دائماً الواحد يتغلب على أي إشي وممكن أشكر يعني MBC Charity Team والأشياء هديك ولا لا لأنه عن جد هم اللي قلوا الحلم حقيقة يعني فيه عامل هيك ولا لا لا فيه شيء لا عن جد أمر فيه 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 بقى